السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم في القناة أهلا وسهلا لكم ونورتوني أشخباركم لبس عليكم كانت من أموركم كلها تكون مزيانة وتكونوا كلكم بأخير وعلى خير من بعد غيبة طويلة رجعنا إن شاء الله للقناة بكل حماس إن شاء الله بحول الله واليوم أعاد أكتب أنني هكام حط الوصفة دي الشبكية اللي بزاف 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 تسولوني عليها وبغوني صوبها لهم لهذا اللي بي نبارت نقول لكم البنطرة ما كان ناخدش لي كوموند ما كان صوبش لي كوموند فقط هاتشي نديره كهواية وكنصوبها كالداري والوليداتي والعائلتي هكا فبسم الله على بركات الله غادي نبدأوا معكم هنا يب المقادير والطريقة في نفس الوقت إذن بسم الله غادي ناخد واحد قصعة وغادي ندير فيها كاس دياللوز اللي خديته وطحنته مزيان 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 حتى التعلك حتى أقول لنا هكاك تقريبا بحل عقدة غير هو هنا يلوز خضر عادي يعني بالقشرة ديالو كلش شديته وطحنته مزيان عندي كذلك كاس دياللجنجلان حتى هو خديته هكاك جنجلان خضر ما محمر موالو خديته وحتى هو طحنته مزيان حتى التعلك كلنا هكاك بحل عقدة هاتين ديرون برجون في القصعة ولا في قصرية وهاتينزيد عليهم كاس دياللزبدة ندوبة نزيدون نسف كاس ديالزيت البلدية او لا زيت الزيتون وغادي نزيد نصف كاس ديالزيت الرومية ولا الزيت العادية وغادي نخلط مزيان هاد العناصر هادو مع بعضيتهم حتى يتطلق ندك زنجلان مع اللوز ما يبقوا عندنا فيه لك وورات لحبيبات من بعد ما حركت مزيان غادي نزيد معلقة كبيرة ونص دياللنفع وحبت حلاوه مطحونين ومغربلين ومعلقة كبيرة ونص ديال القرفة حتى هي مطحونة ومغربلة انا هنه صراحة الخطأ اللي درت انه انسيت ما غربلتش القرفة ومحنات نسي صراحة انشي شوية ولكن تسوا ما غربلوه كل شي ما قادير غربلهو زيت كداليك شوية ديال الملحة واحد القبيصة ديال الملحة وغادي نزيد واحد تريط قد ديال الخميرة يعني غي واحد شوية تقريبا واحد القرام ما كاملش والخبز واحدة صغيرة و نضيف والخبز نضيف مهما نضيف نضيف و البنك والخل ونزيده 1.5 ديال المزهر و 1.5 ديال المزهر وعلى فكرة انا عادة الزعفران شعرة تنديره مع المزهر وكان خليه يطلق مثلا كنتان عجينة ديالي في الصباح كان ديره في الليل فن كان بغير نعس كان دير ذاك الزعفران شعرة وتندير عليه المزهر وكان خليه يطلق الليل كامل هاد المرة صراحة نسيتو على ذاك الشيح كيتو اكبيني ديال وزدو في العجينة المهم نزيدو على ذاك المقادرة ا추ين لذى الليل دكرنا نزيدو شوية ديال المولوين اصطناعي منذ الاسفر وكان بد هذا او نزيدو فالطحن واحنا يجمعوه بالنسبة للبنات الليل عندهم دوية ما ديال الزعفران يديرو الصفران الى البنات يكون دوية ما ديال الزعفران ونتجو изوين cakemiki حسنا منذ هاد المولوين الاصطناعي وكذلك ممكن如果你 بدأ تصادر الي مستط deficits avoiryangel نجمع العجينة انا نجمعها و انا نزيد في الطحين يعني انا نزيد في الطحين حتى نشعر العجينة التي تكون قاسحة وهنا هي العجينة تهز لكم تقريبا ما بين كيلو وربعمية حتى الكيلو ونصف ديال الطحين سوف نخدمها مزيان خاصة تدليكم مزيان هذه العجينة و نؤكد لكم البنات ضروري العجينة تكون قاسحة يعني يكذب عليك الكذاب يعني شحل ما كانت العجينة ديال الشبكية قاسحة ووقفة وشدة في رأسها شحل ما الشبكية يعني بعد ما كتقلها وكتطفها في العسل كتشيه شيشة يعني ضروري تقصحوا ذاك العجينة وحتى ما كتعدبكم شملي كتكون وكتشبكوا الشبكية يعني ملي كتقطعوا ذاك المربع تبغلوا تشبكوا وكتكون واقفة معاكم يعني عطيكم الطح فإذا بعد ما هجنت العجينة ديال مزيان يعني دليك تراني عطيت لها الخدمة هنا يعني غير قطعت الفيديو عمراها جداد للوقت في الخدمة دياله في البليك بعد ما دليكتها هكا وجمعتها قطعتها القيطع كيف ما كتشوفوا غدي ناخدوا كل قيطعة وغدي نتلقوها بهات الشكل هادا بلمدلك وغدي نطويوها بهات الطريقة هادي بحال شكل كتاب بهات الطريقة بحال غدي نصوبو شي بات فيدي هادي من اللي كت هاد العمل اللي لقدرتوا الصراحة راها مهمة من اللي كتقليو الشبكية للكم كتشي من الداخل كجي بحال مورقة بحال ها هلا لشكل العسل تلقيها ها كاف داك الجعيبات كيجي يعني داخل فيها مزيان وكجي العضافيها زوينة فاسا فين بعد ما طوي تقاع ذاك العجينة اللي عندي قدي نديروها هاكا في واحد البلاستيكا واندخلاها في البلاجة وغدي نخليوها واحد ساعة ومص حتى لساعتين يعني خليوها ترتاح مع عرساتها أنا هنا خدمة كاملة ديالها تشبكي قسمتها مدرساش في نهار واحد مثلا نهار كنت حنت فيه اللوز وحبت حلاوه والنافع والجنجلان مهم وجدت القوام كامل نهار الاخر كنت عجنتها يعني خدرت السوائل وعجنت العجينة ديالي في الصباح ومن اللي قضيت شغالاتي ووجت غداتي في العشية أعاد قليست كان شبكها شبكتها ونغضبليه في الصباح عاد عوثاني نطقليتها وعسلتها كما هاتيش تعدبكم اما نقدرتو كل شي في نهار واحد فهاتي تعدبوا بزاف وغادي تهلكوا فالمهم أنا هاد العملية هاتي كنديرها بالنسبة للبنات اللي ما عندهاش الماكينات ديالتوراك هاتي تاخد العجينة وغيب المدل كتبداي تضربيها بضربيها يعني اخدميها على العجينة تلقيها مزيان حتى تكترقاق كيف ما كتلاحظو وغادي تقطعها وتخدمي بيها إلا بغتي العجينة ديالك او الشباكية ديالك تجيك مقادة غادي تاخدها واحد الكارتون تقطعه وتغلي فيه بالبابية بالفيلم علي منطقة عفوا وصافيت بدك تديره بحل القياس هكا كتاخدها غادي تقطعهم مربعات فهكا كتشيك شباكية كاملة مقادة ولكن صراحة ان كتاخد شوية دلوقت هكا صافيت هتقطع ذاك المربعات ديالك غادي نزول ذاك الشيلي شايت وفي كل مربع غادي تديره ربعه ديال الشريطات يعني بجرره هكا بفصد كل مربع غادي تحسبي ربعه ديال الشريطات وصافيت بتبداي كتشبكي شباكية ديالك احنا يمزر بالفيديو شي شوية ولكن غادي نخلي لكم الرابط ديال واحد اللي فيديو كنت حضيته من قبل في القناة ديالي على طريقة مفصلة كيفاش تشبكي شباكية وطريقة اللي جربوها بزاف 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 ديال اللي بنات ونجحت معاهم من اول تجربة وجتهم ساهلة مهلا ودابا غادي نوريكم طريقة باش كنخدم انا كنناخد العجينة هكا باش هاتي صراحة اني كنوا غادي نتلقها في الماكينة انا كنزيد لها الطحين باش كتبقى ليش الدفرصامة عدبنيش وكذلك ما تلصق ليش روبا ما تقدر تقدر تلصقه ولكن اصلاحنا يجا مقصحين العجينة فغادي تجيب يزار الى لصقات المهم غادي نرشو لها الطحين مزيان وغادي نتلقها بالمدلك انا يعني من ديبارت نتلقها بالمدلك مزيان بحرابة شميلة غادي نجي ندوزها في الماكينة غادي ندوزها مرة واحدة هكا تمنىكم تكونوا فهمتوني كيفاش المهم كان ناخد العجينة هكا كيف ما لاحظوا اراني قسمتها على جوج يعني كان عطلها الطول والعرض شي شوية ثم نقسمها على جوج وغادي ناخدها ندلكها نورقها شوية بالمدلك ومبعد غادي نديرها في هاد الماكينة دير التوراق وغادي ندروها على الرقم ثلاثة يعني هكا تجينا الشباكي يرقي وقوم مزيونة ومئذبة ما تجيش هكا كمحنكرة فسافي غادي نطلق العجينة ديالي كيف مما كتشوفوا على الرقم ثلاثة بعد ما كنكون ارققتها بالمدلك مزيان كنزيد نكمل لها في الرقم الثلاثة وكنحصلوا عليها بهات السمك هذا عجينة لكتكون رقيقة وشدة فراسها اذا غادي ناخدها هنية وغادي نبقى كنوجدتك المربعات باش غادي نحضره الشباكية غادي ناخد هاكا وغادي نبقى ونحسبه غادي نديروا واحد جوش ثلاثة عربعة والشريط الخامس كنقطعوه فيه واحد جوش ثلاثة عربعة والخامس كنقطعوه فيه يعني عملية سهلة جدا المهم انا ضروري ما غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في اول سعليق ان شاء الله وكذلك في صندوق الوصف من بعد انا غادي ناخد شحال من مربع كنصوب يعني كنطلق شحال من عجينة وكنحطهم هاكا حدايا باش منقاش كل مرة عادي نطلق العجينة فكاكا تسهل عليكم الخدمة ونصافي من اللي كنحطوها هاكا على المربعات اللي احدان المهم لي ديها تقيلة من الاحسن تقطيهم بواحد البلاستيكا باش ما ينشفو لها شوي عدبوها تبقى تقطع لها العجينة اللي بديها خفيفة را تخليهم غير هاكا بالزربة غادي تشبكو اذا هنا غادي نوريكم كيفاش غادي تشبكو غادي ناخدو المربع دينا وغادي نهزو شعارات نخليو فوق صبعنا والاخور كنطلقو نهزو واحد ونخليو الاخر بحيث ككونو عدنا تتادي الاشرطة فوق الصبع تنقرصو ذاك الودينات مزيان وكنقلبو شعارات الثاني على الاول والثالث على الثاني كنحطوها فوق الطبله هاكا وتنكملو القريصة ديال الودينات وصافي يعني سهلة المهم كيفما نقول لكم إلا بغيتو فيديو توضيحة أكثر مفصل فهدا نخليلكم في أسفل الفيديو في صندوق الوصفو كذلك في أول تعليق غادي تلقاو الفيديو مديل كيفاش تشبكو شباكية بطريقة سهلة جدا مبتدئة أكيد غادي تنفعكم إن شاء الله بحول الله فصافي انا كنكملها كبت شباك شباكية حتى كنسلي كاعدك الكيمياء اللي عندي ديال العجين وبعد ما كنسليها كننخضو وكنستفاها كفلاطات وكنخليها كاتبات كنغطيها كبواحد بالمنديل اللي يرقي وق وكنخليها كاتبات حتى اللي غادي نقليها شوفون بعد ما كاتبات كيفاش كاتشت فرصة وكاتجمعو كتكون واقفة ومشمعة فصافي دابا غادي ندوزو نيشان باش غادي نقليوها بالنسبة لي انا هنا يدرت الطنجرة ديال الكوكوت لحقاش تقيله فغادي تخلي ليداك شباكية تقلع لخاطرها درت فيها الزيت بزايت يعني عبومتها بالزيت من بعد خديت كوكوت وحد اخرى اولا طنجرة واحد اخرى درت فيها العسل انا هنا العسل دايرها صراحة عن ديال عسل طبيعي غروه مع البرد كي يجمد شي شوية من اللي جمد درتوها كاف الكوكوت كي يسخن واحد شوية باش نطفي فيه داك الشباكية المهم بعد ما سخنت لي الزيت غادي ندير فيها داك شباكية ونبدأ هاكا نقليها على نار اللي كتكون متوسطة فانا مثلا هنا هي البوطة اللي عندي انا فيها من منزره لتسعود فكنديرها انا على ستة في اللول تنسخن الزيت على السود يعني كتسخنها كوحد شوية كنقلل لها السبع من بعد ما كان بغير مياه شباكية كندير لها ستة سوف نخليها كالطيب حتى كتتتحمر انها كالموهم يخصها العافية تكون ماشي مهيلا بزاف ماشي مجهده يعني باش تطبيع لها خاطرها وتتحمر فصافين بعد ما كانت تتقلين وكتتحمر كانت طفيوها ديريكت فالعسل يعني ديريكتو منزيد كانت قطروها هاكا شوية وكانت طفيوها فالعسل وكنخليوها كتتشرب وكننكملها كالقلي ديال شباكية تيالي فهنا ايا واحد السر او واحد نصيحة او واحد تجلبتها وصرحة فضحه بالعرض انכني قلي نصف الكيميه الى نصف الكيميه اشفكيه كامله نقليه واحد ناصف فيه ونخذك نصف كامله كم قieri حفيك الاسل. يعني سندري العسل بالزايد والنصف الى كيميه كامله كندريضها في العسل وكنت فعل البوطن يعني كانت فعل ذاك السيتس وكنخلي ذاك شبكية في العسل ديالهات قريبا واحدة لخمسة واربعين دقيقة يعني كنخليها على خطر هاكا تشرب العسل من بعد ما كتشرب لي ذاك العسل كنناخدها وعاد كنصفي عاد كم ذاك ننهزها كم ذاك العسل وكنحطها في واحد الكسكاس باش تطيحها كذك الفائد ديال العسل اللي فيها ومن اللي كان نحيدها كلها من اللاسل وكان رشلها هاكا وجهها بالجنجلان هنا يا البنات اي واحدة حطيتوها ديروا لها قلبوا لها وجهها يعني وجهي كل فوق وعاد رشو الجنجلان باش اي شباكية كتكون بالجنجلان ديالها محطوطها كم ذيينة ومن اللي كتكون هاكا يلا كيف مخرجينها من العسل وكتديروا عليها الجنجلان تيبقى شد فيها اما لكن تحتى غاد تتفوها مثلا في السطل وعاد تبدأوا تدردلوا الجنجلان ما كاشتش فيها مزيلا المهم ما رجعلكم ذاك النقطة اللي كنت كان هضر عليها ديال بتعسال انني مثلا حتى كان دير ذاك الكيمية ذاك نصف ديال الكمية بعد اما كان قليو كان خليها كيرتح في العسل ذاك الخمسة واربعين دقيقة عاد كنصفهم العسل كامل كنحيد ذاك شباكية كرش عليها الجنجلان ديالها وعاد كنعاود نشعل البطع على الزيت باش كان دير الغمية الثانية وللقلية الثانية ديال نصف الاخر اللي بقليم شباكية هكا شباكية ديالكم كتجي يعني شبعان عسل يعني كتطبوق مع عرصتها بالعسل كتجي غزالة وكتجي غطبا وهشيشة ولديدة بزاف واخا صراحة ان هذه الفيديو هذا جاء مع الطلب الزاف يعني رمضان على الابواب ان شاء الله مبقى لوالهم تصوموا ان شاء الله في الصحة والسلامة وهي كل المهم هي المشاركة فالبنات من بعد المثالية شباكية ديالي هكا كتجي غزالة لا ما نقدرش نقول لكم ما ضاق كي يجي وكي جي هشيشة كتضب في الفم خصوصا البنات من بعد المثاليتها ودرتها في الصل ديالها لا غدلها الزيت واحدة وغيت ان كلها عرفتها هشيشة بالساف كتر من ذاك الوقتها فني الله طابت يعني زا تصر طابت وزا تدخل في ذاك العسل جا تفلنا ولا ما تشبعوا منها فكنتمنى ان البنات اللي مازالا ما داروا الشباكية يجربوا هات شباكية هدي وكن اكد لك ما غديش تكون اخر مرة كتجر بيها غدي تجر بيها وتعاودي تعاوديها وكنتمنى والله هاد الفيديو هادينا لإعجاب ديالكم شكرا لكم بزاف على المتابعة وسمحوا لي بزاف كترت الهضرة وطولت عليكم هاد الفيديو هذا بزاف ولكن صراحة لم أبغتش نبخل عليكم بأي هكا فكرة ولا بأي تجربة جربتها ونجحت معايا شكرا لكم بزاف 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 على المتابعة نشوفكم في الفيديو ان شاء الله بحول الله جاي ان شاء الله بحول الله دمتم في امان الله وحب داعوا شركوا بركة والسلام عليكم ورحمة الله